مع اقتراب العيد أكثر فأكثر يبدأ التفكير بالأضحية وهل سترتفع أسعارها كما حدث في الأعوام الماضية كان لنا جولة في سوق بيع الماشية لاستطلاع أسعار الأضاحي تطرقنا من خلالها لعادة رفع الأسعار خلال مواسم معينة أبرزها قرب عيد الأضحى يبدأ تكون كلفة من جميعهم لا عورة لا جغمة لا بيها عذر لا بيها أي شيء والحمد لله البيع مستمر وزين الحركة مغبولة وكل شيء الحمد لله رب العالمين يخلط البعض عادة بين الأضحية والذبيحة لكن الفرق بينهما كبير من حيث الوزن والعمر وعليه يختلف السعر أيضا ولمعرفة الشروط الواجب مراعاتها في الأضحية التقينا إمام أحد المساجد في الرقة الذي بينا لنا ما يلي فأفضل ما يقدم به العبد المسلم المؤمن إلى الله تعالى في أيام العيد وخاصة يوم النحر هو الأضحية فقال عليه الصلاة والسلام الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام وأفضل ما يقدم به العبد في أيام العيد هو الدم وإن الدم لا يقع في مكان من السماء قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسه ومن مواصفات الأضحية أن تكون من الأنعام إما غنم أو من البقر أو من الإبل من نسبة للغنم أن تكون عمرها سنة ودخلت في الثانية وأن تكون سليمة العيوب لا عوراء بين عورها ولا عرجاء بين عرجها ولا عجفاء أن تكون سمينة فتذبح هذه الأضحية بعد صلاة العيد أما قبل صلاة العيد فهي شات لحم بعدها توزع ثلاثة أثلاث ثلث للفقراء وثلث للأصدقاء وثلث يدخرهم فكان النبي ضح في كبشين أملحين قال هذا عن آل محمد وهذا عن أمة محمد